المنتخب الأسباني باطل اليورو 2024 بالفوز على انجلترا 2-1 في نهاية كان رايح جاي نضوج لمين يمال وتقلق قلمه وانقاذه التاريخي وتفوق نجوم الليجة وليامز وورزبال وكثير من اللاعبين كتبوا للاروخة النجمة الرابعة عن كل جدارة واستحققها يعلن بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 منتخب الأسباني بطلا لليورو يورو 2024 عن كل جدارة واستحقاق نادراً نادراً لما تكون كرة القدم عادلة فرنسا مرشح أول انجلترا مرشح أول ألمانيا بمنطق الأرض والجمهور وأيضاً التشكيلة مرشح أول اسبانيا تيجي بعد كده مع البرتغال وهولندا وعدم المنتخبات الأخرى بس المنتخب الأسباني قدم أفضل أداء على الإطلاق في اليورو ومش هبالغ لو قلت إنه مفيش ولا منتخب في اليورو قدم أداء كويس بالمناسبة في رأيي أنا من واجهة ناظر أنا دي من أقل بطولات أوروبا على مرة تاريخ اللي فيها متعة ولغم كده منتخب الأسباني وحيداً قدم لنا كرة قدم حقيقة كرة قدم ممتعة بشكل شخصي أنا بحب المنتخب الإنجليزي بس لما المنتخب الأسباني يكسب لا ده العدل بصراحة يعني بصراحة خاصة المنتخب الإنجليزي معاه مدرب بصراحة على قد حاله بس برضو على قد حاله ساوز جداً مدرب سيء معاجل عظيم جداً من اللاعبين وهو مدرب سيء المنتخب الأسباني سلام على حلوته يا سلام على حلوته من أول قناي سيمون لحد مع اللابورت مع رودري وهجي لك على رودري ده بعد اللحظات مع فاميان رويس واحد من أفضل لعاب الوسط وانا متأكد انه هيبقى في تشكيلة البطولة مع لمين يامال مع نيكو ويليامز اللي سجل هدف الأول النهاردة مع بدري اللي تصف في بدايات البطولة ورغم كده المنتخب الأسباني ما تأسرش منتخب حلوة 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 فيش بعد كده طبعا فرحان لكربخالي يعني نجم ريال مدريد بعد دور الأبطال يكسب كمان اليورو بس إحقاقا للحق في رأي المتواضع إن رودري هو أفضل لاعب رقم 6 جيه في تاريخ كرة القدم تقول لي عم كريم بتبالغ هقولك نموذج نموذج دفع جاهز هجوم جاهز يشوت تمام يرقص ماشي يدفع حلو يرمي شوية على الجنح شغال لعيب مبدع تيكتكيا مرعب في الملعب رودري في رأي المتواضع يستحق هذا العام البالندور جائزة أفضل لاعب في العالم تقلق وإبداع مع مانشستر سيتي الآن يفوز ببطولة اليورو مع المنتخب الأسباني قل لي مين غير رودري ممكن ياخد مثلا هتقول لي بيلينجهام هقولك مكسبش مع انجلترا آه عمل موسم رائع جدا مع ريان مدريد بس الأيام اللي جاية بتاعت بيلينجهام السنين اللي جاية بتاعت بيلينجهام مع عم ببيه وهالند وباقي اللاعبين بس رودري لا يستحقها بصراحة ونفس كده العيب وسط ملعب مدافع ما ياخدهاش دايما اللاعب المهاجم الحريف اللي بيسجل أهداف رودري إعجاز في ريح تاني قوي في 2006 لما فابيو كنفره خد أفضل لعب في العالم كمدافع حلو بيبقى تأدير حلو قوي لللعبين دول عشان مش لازم يبقى الجوائز دي لللعب المهارية الحريفة اللي بتسجل بس بصراحة فانا رأي رودري ياخد جايز الأفضل لعب في العالم